والقرآن يهدينا السبيلا ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحان أو أصيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قيم القرآن نستخرج في هذا البرنامج من القرآن الكريم قيما عاليا وأخلاقا راقيا نسعد ونشرف بهذا اللقاء الطيب المبارك بشيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعروم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم أستاذ المشاهدين والسامعين شيخنا الحبيب من القيم العالية في القرآن الكريم قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين هذا جهاد لا قتال فيه كلنا يعلم أن الجهاد لابد أن يكون بين طرفين بينهما مقاومة ومغالبة ففي هذه الآية كيف يكون هذا الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد في الحقيقة فيه هنا أكثر من عدو يجاهده المسلم الذي شرح صدره للقرآن والإسلام والإيمان نعم ولله ذر الشاعر الموفق الذي يقول إني ابتليت بأربع ما صلت إلا لشدة شكواتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الخلاص اللي يتعلق في ذي البأس الشديد سبحانه وتعالى نعمى المولى ونعمى النصير وإذا سألت فاسأل الله وإذا سعنت فاساعم بالله العدو الظاهر اللي هو غير المسلم بتاله سهل إبليس والدنيا ونفسي والهوى الهوى هو ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها كل ما فكر في خير تقول له بعدين في غيرك أولى بموضوع كذا في غيرك كذا وأنت وراك أطفال وراك كذا وراك كذا وراك كذا إذا سألت فاسأل الله وإذا ستعنت فاسأل بالله نعم فالمجاهدة وتحتاج فيه فرق بين اللهم صلى على الرسول الجهد والجهد الجهد هو ما يؤديه الإنسان وقدر استطاعك استطاعته 80% صبر الثمانين ده اسمه جهد استطاعته 70% تحمل ويتحمل الثمانين اسمه جهد لكن جهد يستطيع تحمل الثمانين وحمل نفسه ما لا تطيقه صبر 90% ده اسمه جهد بلغ الجهد مش بلغ الجهد نعم فالجهد في حدود للستطاع والجهد ما حمل نفسه فوق الصطاع فيه اتقاء مرضات الله عز وجل الله فالمجاهدة هذه المصدر بتاعها الجهد نعم وليس الجهد نعم نعم لذلك الشيخ نعم الإنسان هيبدأ أول عدو نعم أن ينتصر على نفسه نعم وينتصر على هواه نعم وينتصر على الشيطان نعم بعد ذلك ينتقل إلى يحارب بقى ويجاهد أيها الفتن نعم أعداء الالتزام نعم أعداء هذا الدين نعم كل ما يصرفه عن طاعة الله وسنة رسول الله ولو وينتصر على الأربعة المذكورة في قول الشاعر نعم سينتصر على جميع أعداء الكون الله بحمده تعالى الله أكبر والله سبحانه وتعالى خير الناصرين نعم المولى ونعم النصير وأذكر في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو بسند حسن جالس ذات يوم ورفعه دول أعلى ثم أنزله الصحابة رضي الله عنه كأن على رؤوسهم الطيب اللي عاوزين يقولوا أي سر أنت بتدافع بتجاهدي أبد والمرة الثانية والمرة الثالث وفي رواية المرة الرابعة فقال بعض الحاضرين يا رسول الله كأنك تدافع عن نفسك شيئا تكرهه في حاجة احنا مش شايفين وانت شايف قال نعم هذه الدنيا مسيلت لي في صورة امرأة شوهاء فقالت يا محمد النصيحة يعني عاوزة تنصح الرسول سر البلية ما يضحك فقال إليك علم مرة واثنين والثالثة والأخيرة قال قالت يا محمد إنك إن أفلتت مني لن يفلت مني من بعد يعني إن أفلتت بحكم نصرة الله لك بحكم أنك أنت معصوم من الخطأ والدناية والمعاصر وكذا غيرك هيستجيب لي ويتقصد المعظم ما تقصدش جميع المكلفين نعم وإلا ففي كل عصر فيه صالحون فيه مجاهدون وفيه ناس بلأوا الجهد ناس بلأوا الجهد والكل ضد الشياطين الأربعة أو الأخطار الأربعة نعم يا شيخ يعني الله أكبر إن الإنسان فعلا لابد أن يتعلم كيف يجاهد نفسه نعم وهو جهاد النفس وجهاد الهوى نعم جزاء الجنة صحيح قال تعالى في سورة النزاعات نعم وأما من خاف مقام ربه ونعم الأول خاف من ربنا نعم ثم ونهى النفس عن الهوى لخطور الباء النفس كما تفضلتم نعم فإن الجنة هي المأوى نعم الله أكبر الجزاء من جنس العام بحمده تعالى ولا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى لو مسقال الزرة وانتكوا مسقال زرة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي وان كان مسقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي نعم مسقال الزرة يقول بعض العلماء جزء من المئة من الزر مع ذلك في الخير لن تضيع وفي الشر تضيع بشرط أن يتوب صاحبها توبة نصوحة الله مهما فعل سم من شر وكان صادقا في توباته يأخذ المنح الربانية فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله أفورا رحيم الله نعم شيخنا نتعلم كذلك من هذه الآية الكريمة نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا نعم إن الوصول إلى الله تبارك وتعالى ليس من طريق واحد نعم ليس من الصوم فقط نعم ليس من الإنفاق فقط نعم ليس من صدقة ليس من صلة الرحيم نعم ولكن الوصول إلى الله تبارك وتعالى من أبواب كثيرة نعم هذا يصلح للصوت نعم توقع الله هذا يصلح للإنفاق نعم أنفق هذا يصلح للجهاد نعم لأنه لو كان باب الله تبارك وتعالى بالجهاد فقط نعم هيعملوا إكبار السن والنساء والأطفال نعم ولكن سبحان الله هذه الآية نعم تدل على أن الطرق إلى الله كثيرة كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم كل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين والهداية هنا هداية التوفيق وليست هداية المعرفة فقط نعم هداية التوفيق لأن هداية المعرفة وهباه الله لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم هداية الإرشاد والتعليم الله قال أعلموه عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى فهداية الإرشاد وهبت لكافة الخلق بأول سورة الإنسان إن هديناه السبيل هداية الإرشاد والتعليم إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين يعني علمناه طريق الحق وطريق الباطل أو طريق الهدى وطريق الغواية نعم لكن هداية التوفيق وهباه الله لمن أحب من عباده المؤمنين الله مثالها في القرآن في سورة القصص والله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمؤتدين ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بعبارة يعني ترقق قلب الإنسان إلى أن يجهد نفسه وإن الله لمع المحسنين معي خاصة بالنصر والتأييد والتوفيق فسبحان الله فإذا كان الله معك من يستطيع أن يكون عليه؟ لا يجرع القون كله أن يتحدى الله تبارك وتعالى الله وإلا في المسألة من الله الرحمن الرحيم ومع أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقربه إن الله على كل شيء قدير يعني تغيير الجبال والأرض والسماوات وكل شيء بالنفخ الأخير الإصرافيل عليه السلام تغير الكون كله فكذلك لو أرد أن يهدي الخلق الجميع لهداه ولكن قضية الطاعة قضية التكليف مبنية على الابتلاء إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نعم وإن الله لمع المحسنين نعم كيف أكون محسنا؟ من طريق رحلة الجهاد التي قد تستمر 40 سنة أو 60 سنة أو 15 سنة قال لمع المحسنين ولم يقل مع المجاهدين وما وصلوش لدرجة الإحسان إلى بعد رحلة طويلة جدا الجهاد جهاد النفس جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا وجهاد الهوى كل الأمور دي مجتمعة اجتازوها وتحملوها فكانوا مع المحسنين في النهاية ومراقبة الله من الإحسان والجهاد يعني ليس بالأمر السهل نعم التحدي للنفس البشرية ليلا ونهارا والقرين نسى الله سلامه ممكن يعيش مثلا 3000 سنة شيطان وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يعني كل واحد من الإنس والجن المبتنة الجن المؤمنين والإنس وصيعهم وعاصيهم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا لا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير الله يعني كان يوجه الرسول له الطريق هذا غير قاصد وره مشاكل هما راحين للغزوة والطريق هذا آمن لأنه عنده سرعة غير عادية وبتالي يستطيع أن يجوب الأكتر والبلاد البعيدة سم يأتي فمحل الشاهد أن ما وصلوش لدرجة الإحسان إلا بعد الريح للجهات الطويل قد تطول مع فلان ثلاثين سنة قد تطول مع فلان خمسين سنة وقد تطول مع فلان خمس عشرة سنة فقط ولا اعتراض على هبة الوهاب الكريم يعني لما أكرمت فلانا قبلي أو أكرمت فلانا قبلي لا يستطيع مخلوق أن يصرح هذا الثقال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون شيخنا الإنسان المؤمن مأمور بإحسانه في العبادة بإحسانه في الأقوال بإحسانه في الأفعال بإحسانه في معاملة الخلق نعم مأمور بالإحسان في كل حياته ليلا ونهارا في الطريق في العمل في البيت في أي مكان لأنه الحديث رسول أوتي يا جوامع الكلم صلى الله عليه يا صلى الله يعني ممكن العبارة الوحدة لو شرحت من جميع نواحي تأخذ كتابا فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه النص يعوز الجهاد قد يطول الجهاد أربعين سنة فعلا أو خمسين سنة حتى يستطيع الإنسان أن يقدم جاره على ابنه لو كان ابنه عصير أو عاق يقدم جاره الصالح أو المنتزم عن أحب الناس إليه فالجهاد رحلته طويلة جدا فلما صبروا وصابروا وداوموا كانت نتيجتهم أن جعلوا مع المحسنين مش مجرد مسلمين أو مطيعين أو صابرين فقط نعم لذلك هو جهاد بقى المقصود بالقتال ده زروة سلام الإسلام فحيح بس ما وصلوش إلا بعد ما نجحوا في المحاول نعم إذن هي مراحل حتى تصل إلى درجة الكمال آه نعم ما نجحوش في الجهاد مع الأعداء إلا بعد ما تخلصوا من الدنيا والنفس والهوى والشاء القريب حتى اللي بيجاهد في سبيل الله يعني منهم من جاهد وقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ومنهم من قاتل حمية أو وطنية أو للغنيمة أو للغنائم نعم وهكذا نعم فالفرق بالاتنين كبير جدا طبعا معا العمل في الظاهر واحد ده جنة ونور كده لح العمل في الظاهر واحد آه الله أكبر ده قاتل لكن دانية الداخلية نصرة في الشهرة أو نصرة في الغنيمة أو نصرة كذا أو نصرة كذا أو ليداري ويواري عن النفاق وستين سنة بولي الناس السائل بييجي يوم الجمعة بعد خروج الناس من الجمعة ويصلي جنب آخر واحد مصلي عسان أول ما الإمام يسلم يخرج بره ويسأل ومعاه الأوراق اللي فيها أشعة وفيها أشعة تثبت أن مريض يعني سلم يا رب فبول خرج الشخصان شخص حاول يدينه ما تيسر وبنية وأما السائلة فلا تنم والتاني عنده المحفظة الأديمة اللي كان فيها عصر الجيوب دي يفتح ويطلع من ده ويدي عشان الناس يشوفه وبيد اتحد العمل ده سعد الفقير وده سعد الفقير لكن ده نيته الشهر ده نعم نعم نسأل الله السلامة يا شيخنا الحبيب جزاكم الله خيرا الله بارك بارك الله فيكم متعكم الله بالصحة والعافية وإياكم إن شاء الله أشكركم على عهد النقال جماعة المسلمين إن شاء الله جزاكم الله خيرا أحبة بذلك نكون وصلنا إلى ختامي هذا اللقاء الطيب المبارك دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته والحزين والقرآن يهدينا السبيلا ومنح من تلا خلق النبيلا ومنح من تلا خلق النبيلا على قدمين سبحا أو أصيلا